بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أسرح المرسلين نواصل شابتر 2 نشوف اليوم اللي هو لكتشار 6 نشوف how to extract row and columns how to replace row and columns ونشوف how to extract row and columns extract معناها استخراج كيف ممكن يستخرج صفوف أو أعمدة علشان نسوي عليهم بعدين حسابات مثلا ودي صف معين أضربه في 2 أو عمود أضربه في 3 أو أجمع عمود على عمود آخر كل هذه الأمور يلزمني أني أعرف كممكن يستخرج صف أو عمود معين أو جزء من الصفوف أو جزء من العمدة أولا إيش معنى هذه العبارة هذه تستخرج لي اللي هو إيش الصف رقم كم لاحظنا نحن قلنا اللي قبل الفاصلة هو الصف واللي بعد الفاصلة هو العمود هنا الصف رقم كم صف رقم واحد first row العمود رقم كم لاحظ هنا من واحد إلى الأنت إيش معنى الأنت يعني الأخير من العمود الأول إلى العمود الأخير معنى كل العمدة اللي موجودة فيه الصف الأول فهذا هذه العبارة تستخرج لي اللي هو الصف الأول أما هذه العبارة فهي تستخرج لي إيش هنا الصف رقم كم آخر صف والأعمدة من واحد إلى من الأول إلى الأخير فمعناها هذه تستخرج لكل العناصر الموجودة في الصف الأخير طيب ليش نستخدم الأند نستخدمها مثلا ممكن نستخدمها لما يكون ما نعارف عدد الصفوف بغض النظر عن عدد الصفوف إذا كانت مية و الفين و ثلاث تلاف لا أنا بأخذ آخر صف وهذه هتأخذ لكل الصفوف لأنني قلت له من كل الأعمدة لأنني قلت له من أولها إلى آخرها طبعا من الواحد إلى الأند من الأول إلى الأخير ممكن نستعيض عنها بإيش بكلن أبريتر النقطتين هذه اللي هي الموجودة عندي على حرف الكاف مع الشفت اللي هي الموجودة عندي هنا هذا العبارة يش تسوي عندي statement يش تسوي عندي تستخرج للي هو الصف ثاني هذا العبارة يش تسوي لي تستخرج لي من شوف الصفوف هنا من كم الصف الثالث حتى الصف الخامس وهذه تعني طبعا من واحد إلى أنت أو تعني كل العمدة إذن هذه تستخرج لي إيش الصفوف من ثلاثة إلى خمسة طبعا ممكن كمان لاحظة أن المرة الماضية كان في ترتيب أنا هنا ما في ترتيب ممكن أستخدم الكونكاتينيشن هنا حطوا القوش المربع وبعدين أقول له أنا أول شيء إذا كنت تستخرجوا لي هو الصف كام الصف الرابع لاحظوا الصف الرابع قلبتنا الترتيب وبعدين حط تحته هذه الإشارة نحن نعرف أنه تعنيج تحت تحط تحته صف الأول فأنت ممكن تشغلي بالماترك يعني تحط العمود اللي تحب هو الأول أو الثانية والثالث نشوف بعدين كيف ممكن نعمل How to replace row and columns الحقيقة How to replace كيف أنك تبدل الصف بصف معجن أو عمود بعمود آخر هنا يلزمك هو شغل وحده هو تعرف كيف ممكن تستخرجها مثلا هنا يقول لك أعمل لي replace بدل أيش الصف الرابع خلاص لازم تكون عارف كيف ممكن تستخرج الصف الرابع استخرجناه من قبل شوي من مين من أي الصف الرابع من أي أبدلوا بإيش بالصف الأول من ب الصف الأول من ب هذه الإشارة اللي هي إشارة تساوي اللي هي replace إشارة التبديل طب هنا يقول لي إيش replace the first row of b first row of b أيش أسوي فيه أبدلوا بمين أبدلوا بصف الرابع من a الصف الرابع من a شوف هنا مثال هنا يقول لك عندك الميتركس a وعندك الميتركس b يقول لك هنا شوف هنا مش بس صف أو عمد لاحظة هنا يقول لك first row نتكلم هنا كل هذا عن لأي لكن يقول لك أولا first row إيش يعني first row يعني هذا الصف وهذا الصف الأخير لا اللي هما first row معنى هالثنين الأولانيين وإيش وlast two column of a اللي هما الاثنين لاخيرين من a اللي هما هذول اللي هما هما first two row يعني الأول والثاني والاثنين لاخيرين من b اللي هو الثاني والثالث بدلهم بايش بدلهم بالبي يعني مش ما حددوا شي حدد البي كلها إذن لاحظ هذا الميتريكس كانت واحد اللي ما تغير فيه هو 1-6-7-8-9 1-6-9-7-8-9 أما هذه العناصر الموجودة هنا 2-3-4-5 بدلها 20-30-50-40 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى